موسيقى السلام عليكم نشهة الأخبار ندعوها بالعنوين موسيقى اتجاجات واسعة ضد ميليشيا قصد في القامش لإضراب وإغلاق للمحلات التجارية موسيقى مقاومون يطلقون النار تجاه جنود صهاين غرب نابلس وقوات الاحتلال تستهدف شابا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس موسيقى والأسطول الروسي يجري مناورات شمالية المحيط الهادئ موسيقى تواصلت الاشتباكات المتقطعة بين ميليشيا قصد الانفصالية وبين أبناء العشائر في المنطقات الشرقية في تأكيد على إصرار هؤلاء على مواصلة الهجمات ضد الميليشيا لحين تحقيق مطالبهم وأخراجهم بالكامل من ريف دير الزور لا يتوقف صوت رصاص مقاتلي العشائر عن الأزيز في أرياف دير الزور وبشكل متقطع ومترامن مستهدفاً نقاط وحواجز ميليشيا قصد رداً على الاعتقالات العشوائية التي ينفذونها وجرائمهم المتواصلة وآخرها قتل طفلين أثناء محاولتهما عبور نهر الفرات النزحون والفرون من معارك شرق دير الزور لا يفكرون بالعودة لمناطقهم خوفاً من حملة الاعتقالات التي تقوم بها مجموعات قصد في المنطقة وممارسة الانتهاكات بحقهم ولدنا أيضاً في هذا المكان ولا نرضى أن نرحل منه يرحل المستعمر يرحل المستعمر الأميركي مثل ما رحل المستعمر الفرنسي هذا جاء غازي حتى ينهب خيراتنا ويجوعنا ويذلنا وما في شيء اسمه شرق الفرات ونهر الفرات في شيء اسمه الدولة السورية الدولة العربية الجمهورية العربية السورية خريطة الدولة السورية أنا أطالب جميع العشائر الشرفاء وشوخة لتوحيد الصف والكلمة الواحدة لطرد ميليشيا قسد من بلادنا لأن هذه منظمة إرهابية قتلت أطفالنا وروعت شبابنا وحصلت عندنا حادثة أطفال اثنين عدوا من نهر الفرات بسبب الجوع والحصار وقتلوا بلقى الناصات على نهر الفرات أكثر من ألفي عائلة غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن لجأوا لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري بحثا عن الأمان لا زالوا برعاية مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي الذي استضافهم مؤمنة بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية ما أمكن من مستلزماتهم تم نزوح الكثير من العوائل من الجزيرة أو من الطرف الشرقي لنهر الفرات باتجاه مدينة المياذين طبعا توجهنا نحو مجلس مدينة المياذين برفقة لجان الأحياء والمخاتير توجهنا إلى هذه العوائل لتأمين المأوى والمسكن المناسب لها طبعا قام الكثير من الأهالي بالتبرع بمنازل قامت العالم تنزح من سبب القتال والضرب بالرصاص قام يجيهم الرصاص هربت لي عندنا حافين مهم شانين عايشين وأثناء دخولهم على معبار النهر انقتلوا اثنين واحد بالمياذين بطرادات واحد من محقان من ضرب الكراد طبعا هذه الأصابات قسر تهجير ممنهج تعرض له أهالي الضفة الشرقية من نهر الفرات في دير الزور مع تخوف من العودة لقراءهم وبلداتهم خشية من عمليات انتقام بحقهم ما يهدد بمواصلة تهجير الآلاف من أبناء هذه المناطق لتضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال الأمريكي والمجموعات التابعة له في المنطقة احتشد المئات من أهل مدينة القامشلي في احتجاج على الميليشي التي تسرق النفط السوري وشارك في الاحتجاج الأهلي وعدد من متزاعمي الأحزاب الكردية المعارضة في قسد وفي التطورات شهدت مدن أخرى إضرابا وإغلاقا للمحلات التجارية خصص مجلس الوزراء العراقي أكثر من 15 مليار دينار لإنشاء جدار اسمنتي على الحدود العراقية السورية استكمالا للجدار السابق من منطقة شرج الراوي جنوبية الاسفوك وفيما تفقد رئيس أركان الجيش العراقي ونائب قائد العمليات المشتركة الشريط الحدودي أكد العراق أن منظومة التحصينات الهندسية هدفها منع تسلل العناصر الإرهابية هذا وجر عام 2015 تأسيس مركز تبادل المعلومات الربعي الذي يضم كل من سوريا والعراق وروسيا وإيران ومقره بغداد بهدف محاربة داعش ويعمل المركز على تنسيق جهود الدول الأربع في مواجهة الإرهاب سخونة الميدان في المناطق الشمالية والشرقية تزامنت مع عودة الحراك السياسي على خط دمشق أنقرة مع كشف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده طرحت على سوريا وتركيا مقترحا بشأن أمن الحدود يتضمن أن تتعهد تركيا أولا بإخراج قواتها من سوريا ومن ثم تتعهد سوريا بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية لا مضيا في أي مسارات تطبيع ولا تجاوبا مع أي حراك كان في ظل وجود قوات احتلالية على الأراضي السورية هو الخط الأحمر والثابت الذي تبني عليه دمشق مواقفها تجاه الملف الجامد مع تركيا والذي يبدو أن الحراك الإيراني الأخير حوله آخذ بالمزيد من المساعي والوساطات على المنطقة تشهد ولو استقرارا نسبيا يعقب ما مر عليها من تشويش وعواصف سياسية وميدانية الفترة الأخيرة مبادرة طهران للتوسط بين دمشق وأنقرة بعد سلسلة زيارات واتصالات إيرانية مع كل من سوريا تركيا وروسيا والتي شهد مثيلاتها سابقا الملف العالق بين تحفظات وشروط عدة بعضها قابل للحلحلة وبعضها ثوابت ومسلمات بينما يعيش الميدان أجواء متوترة تسجل الأجواء السياسية حراكا جديدا على خط دمشق أنقرة كشف عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة الوفاق الإيرانية يقول عبداللهيان إن بلاده طرحت على سوريا والإدارة التركية مقترحا بشأن أمن الحدود بين البلدين يتضمن أن تتعهد التركيا أولا بإخراج قواتها العسكرية من سوريا في مقابل تعهد سوريا بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية في معرض المواقف دمشق بحسب عبداللهيان تقول إن لديها الجاهزية الكاملة للحفاظ على أمن الحدود السورية التركية من داخل الأراضي السورية في حال نفذت أنقرة شرطها بالانسحاب من أراضيها وأن تكون كل من إيران وروسيا بعنوان ضامن للطرفين حراك يعد توقيته جيدا على مقاس الميدان خاصة في ظل وجود مساع غربية صهيونية مستميتة لإعادة بناء الجماعات الإرهابية شرق سوريا وشمالها بهدف ممارسة المزيد من الضغط على البلاد التي فشلوا بإخراجها من المعادلات الإقليمية ولهذا يعد الكشف عن المبادرة مؤشرا لتقدم فرص العودة إلى مسار تسوية كانت قد تعطلت بسبب رفض أنقرة سابقا الشرط السورية نفسه المتمثلة بالانسحاب التركي من سوريا إلى ذلك جدد المتحدث وباسم الخارجيات الإيرانية ناصر كانعاني التأكيد على أن وجود القوات الأمريكية في سوريا احتلال ويمثل إجراء غير قانوني لا يمكن اتخاذ أي إجراء في سوريا بعيدا عن رأي حكومتها وشعبها يجب على أمريكا أن تستجيب لطلب الحكومة السورية بالانسحاب من أراضيها والتوقف عن نهب ثرواتها وجود القوات الأمريكية في سوريا احتلال ويمثل إجراء غير قانوني دمرت القوات العراقية وكرين لإرهابي داعش في محافظة صلاح الدين وسط البلاد خلية الإعلام الأمني كشفت أن عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني وبتنسيق وتخطيط مع قيادة العمليات المشتركة وفيها نفذت طيران الحربي ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع كاركوك أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين ومقتل من فيهما أطلقت قوات الاحتلال الصيوني النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية الواقع في مدينة بيت لحم والقدس مضيفة أنه لم يتم تسجيل إصابات بين جنود الاحتلال وأظهرت مقاطع مصورة نشرها الإعلام الإسرائيلي شابا ملقا على الأرض بعد إطلاق النار عليه وفي الضفة الغربية استهدف مقاومون الاحتلال على حاجز دير شرف غرب مدينة نبلس فيما شهد محيط الحاجز استنفارا ووصلت مركبات إسعافية إسرائيلية وفي وقت لاحق اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة دير شرف وشرعت بعمليات تمشيط لتعلن كتيبة الفجر شباب الثأر والتحرير تبنيها العملية ضد جنود صهينة تتواصل التظاهرات في الكيان الصيوني ضد ما يعتبرها المستوطنون خطة إضعاف القضاء من قبل حكومة بن يمين نتنياهو وذكرت وسائل إعلام العدو أن الاحتجاجات المناهضة تجددت بالتزامن مع سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة هذا وقد اتهم رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو المتظاهرين ضد ما يعرف بالتشريعات القضائية بأنهم يتعاونون مع أعداء إسرائيل مثل إيران وجاءت أقوال نتنياهو خلال مغادرته مطار بن جوريون في مستوطنة تل أبيب متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط حراسة مشددة بسبب تظاهرات ستنظم ضده في أمريكا واعتبر نتنياهو أن تنظيم التظاهرات هذه هدفه تدمير سمعة الكيان على حد تعبيره معتبرا أنه ليس بالأمر العادي أن تنظم مثل هذه التظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة وجه الجيش السوداني ضربات قوية من قاعدة وادي سيدنا استهدف بها مواقع الدعم السريع شمال مدينة الخرطوم بحري وشرق ووسط أمدربان واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بحرق مباني شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أطلق المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض حملة تطعيم للوقاية من الأمراض تستهدف مقدمي الخدمات الصحية وفرق الإغاثة والأطفال في المناطق المنكوبة في درنة من جانب آخر قال جمعية الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ والبحث تعمل على إيجاد أشخاص أحياء في درنة مع عدم وجود أعداد مؤكدة للضحايا هذا وحذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من أن المتضررين الذين باتوا بات ثلاثون ألفا منهم بلا مأوى بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والإمدادات الأساسية في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية بمشاركة خمسين غواصة وسفينة ونحو عشرة ألاف عسكري أجر الأسطول الروسي مناورات واسعة تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي عبر بحر بيرنغ بين كتلتي أوراسيا والأمريكيتين نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يكون له أي علاقة بإجراءات الجمهوريين في الكونغرس لعزل الرئيس جو بايدن مؤكدا أنه لم يتحدث مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن القضية ووصف ترامب الديمقراطية في بلاده بغير العادلة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده كبر الرجل وتعظمت أخطاؤه وربما تكشفت بايدن الذي اختاره القدر أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية من السذاجة الاعتقاد بأن الجمهوريين من أنصار ترامب سيتركونه ينعم بمنصب الرئيس دون أن يتتبع سلوكه أو أن ينبش في تاريخه حين كان يشغل منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات هاجس الملاحقة تلك رفق هذا الرجل الديمقراطي الحزب خلال فترة توليه منصب الرئاسة ربما الأدلة التي تدين بايدن استكملت الآن وأصبحت في أيدي الجمهوريين والتهم كثيرة ليخرج رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ويدعو إلى التحقيق والمساءلة أطلبوا من لجنة في مجلس النواب بدأ تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزي بايدن فالجمهوريون في مجلس النواب كشفوا دعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن وتلك للدعاءات التي تتعلق بإساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد ضده تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب الديمقراطيون نددوا بهذه الخطوة قائلين إنها ممارسة حزبية بحتة تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب البيت الأبيض استنكر على الفور الدعوة لإجراء التحقيقات تلك ليعلن أن دوافعها سياسية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز قال إن الجمهوريين في مجلس النواب كانوا قد حققوا بشأن الرئيس منذ تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل لارتكاب أي مخالفة وأن مكارثي كان قد تعهد سابقا بإجراء تصويت لفتح أي قضية عزل متهمين إياه بالتخبط إذا أعدم حصوله على دعم باتخاذ القرار في إشارة منه إلى أن مكارثي بدأت تحقيقات دون تصويت من أعضاء المجلس بايدن يستحق العزل لسبب أنه عرض أمن الولايات المتحدة وصحة الشعب الأمريكي للخطر كلام منسوب للنائب الجمهورية لورين بويبرت لتطول لائحة الاتهامات التي تدين الرئيس الديمقراطي بايدن بهدف عزله إلا أنه لم يسبق أنه تم عزل رئيسا في التاريخ الأمريكي حيث وجهت لائحة اتهام إلى ثلاثة منهم أندرو جونسون عام 1868 وبيلي كلينتون عام 1998 ودولالد ترامب في عامي 2019 و2021 لكن تمت تبريئتهم جميعا في نهاية المطف كشف الجيش الصيني عن أول مسيرة قتالية تابعة له وذكرت صحيفة تشينا ديلي أن المسيرة بإمكانها الإقلاع والهبوط سريعا من تضاريس غير مسطحة مثل الهضابة وما يميز الطائرة وفقا للصحيفة هو سهولة صيانتها وقدرتها على تنفيذ مهم متعددة كما أنه بوسعها إجراء عمليات استطلاع لمدة طويلة فوق مساحات شاسعة وشن غارات جوية دقيقة ضد أهداف العدو مثل نظم الدفاعات الجوية والمركبات المدرعة وتدمير التحصينات إلى أخبار الاقتصاد مع كيناز مساء النور شكرا أهلا بكم مشاهدين إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد لهذا المساء وبدايتها بالعنوة صندوق التخفيف من أثار الجفاف يوافق على تعويض أكثر من 6500 مزارع متضرر في محافظات عدة ووسط ترقبا لقرارات البنوك المركزية الكبرى الذهب يستقر والنفتي ارتفع واليان يخطف الأضواء أهلا بكم إلى التفاصيل وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية على تعويض أكثر من 6500 مزارع متضرر في محافظات عدة من ضمنهم محافظة السويدة التي تأثرت فيها محاصيل التفاح والشعير والقمح واللوز والزيتون نتيجته طولة البرد وأكد وزير الزراعة محمد حسان قطنة خلال الاجتماع على ضرورة أن يقوم الفلحون بالإعلام عن الضرر خلال أسبوع من حدوثه بيتسنى للجان الفنية إجراء الكشوف وحصر الأضرار ورفع جداول خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ حدوث الضرر وصرف التعويضات بأسرع وقت ممكن توجه إلى اليونان وفد يرأسه نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية مازان حماد ويضم عددا من أعضاء اتحاد غرف التجارة السورية ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالإضافة إلى عددا من رجال الأعمال وسيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة وصناعة بيردوس إلى جانب عقد لقاءات بين الوفد السوري واتحاد الغرف التجارية اليونانية والغرف الفرعية ومسؤولين يونانيين لتطوير العلاقة التجارية والاقتصادية القائمة في سياق منفصل وفر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعة نحو أربعة ألاف ومئتي طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة استعدادا للموسم الزراعي الجديد حيث ستنطلق عمليات بيع البذار للأفراد والجمعيات الفلاحية بمجرد اعتماد التسعيرة الجديدة للبذار مركزيا إلى ذلك تستمر عمليات الغربلة والتعقيم بطاقة يومية تصل لحدود مئة طن ولدى الفرع رصيد خام من القمح يقارب 15 ألف طن تتم غربلتها وتعقيمها تباعا كذلك توجد خطة لشحن نحو ألف طن من بذار القمح لفرعي المصرف الزراعي في خربة غزالة والصنمين بهدف تسريع تسليم البذار للفلاحين عالمياً يترقب المستثمرون أسبوعي أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد والسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة فما تأثيرها على الأسواق؟ تترقب الأسواق قرارات السياسة التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء وبنك إنجلترا الخميس وبنك اليابان الجمعة إذ من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تجديد السياسة النقدية في المائة عام الأخيرة إذ بدأ فطور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير الأسهم الأوروبية فتحت على انخفاض طفيف بعد مكاسب حدة حققتها الأسبوع الماضي أسعار الذهب استقرت في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولارا للأنصة كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولارات للأنصة وأما الفضة فقد زادت في المعاملات الفورية من 0.3% إلى 23.7 دولارات للأنصة وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 927.29 دولارا للأنصة واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولارا للأنصة أما بالنسبة للعملات استقر ليين ما بين 147.63 و147.88 مقابل الدولار في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية وفي الأيام التي أعقبت تصريحات بشأن التخلي عن أسعار الفائدة السلبية انخفض ليين 1.3% لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11% كما ارتفعت أسعار النطف التعاملات الأسيوية المبكرة مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية والروسيا تخفيضات الإنتاج إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين أكبر مستورد عالمي للخام سينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشر في وقت لاحق من الأسبوع كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أنه سيتم تمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي هذا الأسبوع ليتم التصويت عليه ويأتي ذلك وسط احتمال حدوث إغلاق جزئيا للحكومة في غضون أسبوعين بعد مطالبة الجمهوريين بتخفيضات في إنفاقات العام المقبل لتصل إلى مستويات أقل من التي اتفق عليها مكارثي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار الماضي عند رفع سقف الدين نريد تجنب حدوث إغلاق لوكالات الحكومة الأمريكية الذي من شأنه تقويض نفوذ الحزب في المفاوضات بشأن خفض النفقات التي يسعى إليها الجمهوريون لا أعتقد أن ذلك فوز من أجل الشعب الأمريكي بل أعتقد قطعا أنه سيجعل موقفنا ضعيفا إذا أغلقنا من جانبا ثانيا حذرت نقابة عمال السيارات المتحدين في الولايات المتحدة من أن الإضراب التاريخي الذي ينفذ في ثلاثة من مصانع عمالقة السيارات سيتسع نطاقه إن لم ترفع الشركات عروضها لزيادة الأجور في المفاوضات الجارية حاليا ويثير الإضراب في يومه الثالث جدلا حدا في واشنطن حول السياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن إن لم نحصل على عروض أفضل بما يلبي اهتياجات الأضاء سنصاعد الحراك لا أعذر لدى جنرال متعرس وفورد واستيلانتس تبرر عدم حلها نزاعات الإجور نظرا للأرباح الكبرى التي حققتها في السنوات الأخيرة ونحن مستعدون لفعل كل ما يتعين علينا فعله بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد لهذا المساء شكرا للمتابعة بعودة للزميل نزار وما تبقى من النشرة شكرا شكرا الدور الإرشادي والتعريفي بالاختصاص الجامعي المناسب هذا ما تحقيقه مبادرة معرض عينك على اختصاصك خلال انطلاقها في كلية العلوم جامعة حلب بتنظيم من الاتحاد الوطني لطالبة سوريا بالتعاون مع جامعة حلب بهدف تعريف طلاب جامعة حلب بالاختصاصات الجامعية التي تتناسب مع رغباتهم والدرجات الحاصلين عليها ليتابعوا تحصيلهم العلمي افتتحت جامعة حلب بحضور الدكتور ماهر قرمان رئيسي الجامعة وعدد من العمداء الكليات معرض عينك على اختصاصك الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في كلية العلوم بجامعة حلب طبعا عتادت جامعة حلب أن تتعاون مع الاتحاد الوطني الذي نظم هذا المعرض من أجل عرض كل ما يتعلق بالكليات العلمية والأدبية في الجامعة وشرح الاختصاصات الموجودة فيها بالإضافة إلى مخرجات هذه الكليات التي يتم شرحها للطالب المحتجد لكي يضع في فكره التخصص الذي يرغب بالانتساب إليه معنى اختصاصك هو معرض تخصصات جامعية بعد حصول على الشهادة السنوية ومختلف تخصصاتها يقيم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جميع الجامعات الحكومية تعريف عن اختصاصات الجامعية طبيعة السنوات الدراسية طبيعة الماجستير طبيعة الدراسات العليا تختلف من كلية لأخرى لذلك الاتحاد الوطني لطلبة سوريا أطلق تمام المبادرة على مستوى كل الجامعات بالإضافة لوجود فراء قدعم تقني بالإضافة هالسنة كانت مفاضلة مفاضلة مركزية فلحنا كان في عنا فرق تطوعية بمختلف تخصصات لدعم أي استفساد جمالنا الطلبة المعرض يعد مبادرة سنوية ينظمها الاتحاد بالتزامن مع انطلاق مفاضلات القبول الجامعي ويتضمن 27 جناحاً للكليات الجامعية والمعاهد التقنية ويحتوي على وسائل الإضاحة اللازمة وعرض لمشاريع التخرج النوعية والمميزة المعنية بتقديم خدمات للطلبة خلال مسيرتهم الدراسية حتى يكون للطلبة رؤية واضحة عن آلية التفاضل والدراسة بالكلية نحن موجودين بالساند كلية للمعارضة هناك على اختصاصك لتعريف طلاب عن الكلية واختصاصاتها ومجالات بسوء العمل بعد التحرط وتصحيح بعض المفاهيم الخطأ المنتشرة بالبيناتهم بالمجتمع بالعادة طبعاً نحن هون واجبنا وحلفنا بالمعارض هذا بالساند نعرف الطلاب المستجدين وملائنا اللي خلصوا اجتازوا الشهادة السنوية العامة نعرفهم عن كليط الطب البشري ايش هي كليط الطب البشري؟ ايجابياتها وسلبياتها واشتون نقضي هذه السنة ست سنوات فيها وطريق الاختصاص طبعاً بعد ست سنوات طبعاً نحن هون موجودين متواجدين حالياً حتى نعرف طلاب أكتر على الكلية وشو فيها اختصاصات في ناس عندهم يقول للرسم وفكرة انه فقط عنا رسم بالكلية لا نحن في عنا كتير اختصاصات ممكن يستفيد منها وممكن بالحياة العملية يستفيدوا هنال منها التفاعل ايجابي حسب رأي الطلبة حول المبادرة فالجميع نوهوا بأنها فرصة جيدة مكنتهم من التعرف أكثر على أقسام الكليات والاختصاصات فضلاً عن تعاونهم للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بآلية التفاضل والتسجيل إلكترونياً فيما تستمر فعاليات المعرض لخمسة أيام متتالية قناة سمى الفضائية كنان علوش حلب الشهباء تؤدي قلة الدم العائد إلى القلب وبالتالي بطء ضربات القلب إلى نقص في أكساجة الدماغ وهو أمر من شأنه أن ينتهي بالإغماء المفاجئ نتيجة توسع الأوعيات الدموية عندما يحدث نقص في الأكسجين بشكل أو بآخر أو يتعثر وصول الدم بكميات كافية إلى الدماغ ينتهي الأمر حالاً لفقدان الوعي بشكل مفاجئ ومؤقت ويغمى على الجسم أرضاً رئيثما ترجع كمية الدم إلى الدماغ ويعود المريض لوعيه يصاحب صحوة الإغماء تشويش في الرؤية وارتباك وضعف العضلات والشدير بالذكر أن هذه الحالة لا تترافق مع عمر محدد فهي من الممكن أن تحدث حتى مع الطفل ولكنها بنسبة أكبر تحدث لراشدين وترتفع النسبة ترضياً مع التقدم بالعمر قد لا يكون للإغماء أي دلالة طبية عندما يكون بسبب المواقف العصبية أو الإنفعالات العطفية والخوف المفاجئ أو الرعب والشعور بالقلق وفي حالات أخرى قد يكون السبب اضطراباً خطيراً وربما للقلب دوراً فيها لذا كل حالة من حالات الإغماء يجب أن تعامل من قبل الفريق الطبي على أنها حالة طارئة رئيثما يعرف السبب الرئيس الذي أدى للإغماء وتتم معالجته لا سيما في حالات الإغماء المتكررة تفكر بالعنوين اتجاجات واسعة ضد ميليشيا قصد في القامشلي إضراب وأغلاق للمحال التجارية مقاومون يطلقون النار تجاه جنود صهينا غرب نابلس وقوات الاحتلال تستهدف شاباً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس والأسطول الروسي يجري مناورات شمالية المحيط الهدئ إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة